أنه عملية تهدئة عملية سحب البصارت من جوه تحت أقدام عملية التغيير الحقيقي اللي كان المفروض أن يصير نعم بقدر ما تكون بها إيجابيات بها سلبيات أيضا ولكن انتقلت هذه المعادلة لمسألة أكبر وهي مسألة علاقة العراق بعملية الصراع الأقليمي والدولي اللي يجب أن يصير بلوقت الحاضر نعم يعني الآن كثير من الاستنتاجات والتحليلات تقول أنه هناك عملية غلق السفارة الأمريكية وراها ستكون أعمال معينة أو القيام بنشاطات معينة أكو مسألة أساسية نحن يجب أن ننتبه له أنه الأميركان مقبلين على الانتخابات الأمريكية ترامب إن بقي على ما هو عليه الآن يراوح في مكانه لن يكون له حظ كبير بالانتخابات القادمة يجب أن يكون هناك فعل معين يحاول الإيرانيون قدر المستطاع أن يدفعوا بترامب إلى مهاوي عمل معين أو القيام بحماقة معين وممكن أن يقصر بيئة الكثير من الأصوات داخل الساحة الأمريكية الساحة الوحيدة القادرة على أن تحدث هذه العملية هي الساحة العراقية من خلال أدوات إيران في هذه المنطقة في هذا البلد وإحنا دائما كنا نأكد ونقول أنه يجب إبعاد العراق عن عملية الصراع بين إيران وبين أمريكا يجب أن لا نكون جزء من عملية الصراع لا نخدم إيران ولا نخدم أمريكا نخدم الحالة العراقية الحالة الوطنية نخدم هذا الشعب المقهور المظلوم هذه من أولى مهام الكاظم من أن يحاول أما أنه أني أجي أقول أنه أني عاجز عن أن أسوي شيء لحد الأهن لحد الأهن يعني أنت تتكلم تتكلم بموقف معينة وتتكلم عن جهة معينة يقولون عنك إرهاب يوضعونك تحت قائمة أربع إرهاب طيب هذا الذبح والقتل اللي داي يصير وهذا القصف وهذه الصواريخ شكلك لجدن سالحاتم